موسيقى لهذا اليوم وهل توجد مشاكل تواجه سواء الباعين او التجار او الزبائن في هذا السوق مع الان احد تجار الاسماك اتعرب بيك حسن احمد حسن احمد حسن حسن احمد حسن يعني حج حسن عاوزين نعرف منك ابرز الانواع الموجودة عندك النهار دا كل الانواع تعتبر متواجدة الحمد لله يعني يعني قل لنا كده وعرفنا باستاذ المشاهدين ده جنباري ضمياطي ده سبيت في بوري في سردين بلدي ده جنباري وده سبيت تعبين جندفلي بوري سردين بلدي في عشر بياض في وقار في لوت في بوري في يعني كل حاجة تعتبر متواجدة يعني الاسعار سعر الجنباري النهاردة بكام الجنباري ده النهاردة بيعمل 80 جنيه في وقت من الاوقات ده صغير ولا وسط ده ده اعتبر وسط اقل من الوسط كمان ده كان بيتباع في وقت من الاوقات ب45 جنيه طب السبب في زيادة الاسعار يعني الضعف ليه كده والله يوم بيقول لك الدولار وستاذي ان جماريك اللي نزلها على الحاجات المجمدة زودت الاسعار البلدي طب ده علش المفروض بنصطاده من البحر عندنا سواء البحر متواصل البحر احمر ولا ده بيجبوه من بره ولا ايه بالزبط لا ده دنياتي ده بلدنا من بحر الابيض بتاعنا احنا طيب يبقى ايه داخل الجمارك وداخل الدولار على ده حضرتها لا مش الدولار ده داخل حتى في وسائل السيد في الغزل في التموين بتاع السفل في كل المعاملات المادية اللي داخلها في قلب المهنة دي المهنة دي لو ما كانتش الناس القائمين عليها المعالمين اللي هم مش محتكرينها اللي هم محافظين عليها كان كيلو البولتي ده وصل 40 جنيه النهاردة يعني الناس اللي قائمين علي المهنة دي البولتي ده لما طلع البولتي المزارع ده لما طلع كان بيطلع ب 15 جنيه من حول 20 سنة طبعا جيلك تاني بس هاخد يعني رأي الحجة اتعرف بيك يا حجة اهلا وسهلا يعني بنراحب بيك على شاشة الجزيرة مباشر مصر دلوقتي يا حجة بص للكاميرا يا ماما بوليه طب تطلع طلعني في الكاميرا ليه طلعني في الكاميرا يعني عاوزين انا اعرف من حضرتك النهاردة ليه جاية النهاردة الخميس واخر الاسبوع ليه قررتي النهاردة تشتري سمك تحديدا انا بقى اني اقتلت اصبع مكلت السمك وانا عندها شاشة زمق انتجحوا السمك الف سلام عليك معروف ان السمك طبعا بيتقول الكالسيوم وبتقول عظام اه بس كده طيب استقرتي على نوع معين وده لسه بتدوري لا اخدت بوري اشوي اشمعنا البوري تحديدا عشان يعني بتحبيه حضرتك او الاسر عندك بتحب البوري ولا عشان اشوي للبوري للبوري تقدي اللي معروف انا بعرقب هو اللي بحبه كده يعني تمام يعني سعر الكيلو النهاردة بكام او تخديم انه بكام خمسة وثلاثين طب ده شايفاه غالي ولا معقول 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 خدت كم كيلو على عد كيلو منص اخد ايه على عد بالهنة والشفة ان شاط طيب يعني شايفة اسعار الاسماك والاسعار بشكل عام حضرتك طبعا ربت منزل وسيت بيت شايفة الاسعار اليومين دول سواء اسعار السمك او الخضروات او الفكهة شايفة ابرز السلع اللي هي زادت اليومين دول ايه فيه وفيه فيه الرخيص وفيه الغالي كلو حاب ياخد على عده بس كيلو طيب يعني هل بتعرفي حضرتك تختاري وتعرفي البوري الطازة من اللي هو المجمد او بتاع امبارة يعني ليك نظرة في السمك اكيد طبعا بتعرفي ازاي؟ يعني الصبحة بتبقى جامدة كده وعنيها لمعة شوية والبيد بيبقى البيد بيبقى باين يعني بس طيب بالنسبة لباقي الاسعار اسعار الدواجن اسعار الخضروات الفكهة غالية غالية والله شايفة ان الناس بتيجد اشتري السمك عشان سعره اقل شوية من اسعار باقي اللحوم؟ هي اسهل اكله يعني اسهل يعني اسهل واقرب من الطبيق والنحمة والبتاع فاسهل بتعملي حضرتك بطريقة معينة ولا ماشو بس البوري؟ شوية بس عشان لا عندي يعني شكرا لك حاجة بالهنة والشفا وان شاء الله اكلة بوري سعيدة بالهنة والشفا هتعرب بيك حاجة؟ اه لم يابني هتعرب بيك حاجة بموحانفي يعني اموحانفي النهاردة جاية السوق ايه بتاخدي فكرة ولا هتشتري؟ لا هشتري بازن الله هتشتري؟ هشتري بلتي بلتي هتجيب كم كيلو؟ والله بقى الله اعلم انا عزم اولادي هش عارفة خمسة كيلو كده يعني مش هزيد عن كده النهاردة الخميس اخر الاسبوع فعملانهم عزم اه ان شاء الله ده بيكون دايما كل اسبوع ولا؟ دايما يوم الجمعة دايما يوم الجمعة اه لا والله انا ده يجيب الصدفة كده يعني يعني يجيب الصدفة معهم اولادك هتديها حاجة؟ ربنا يخليهم اولاد خمسة بسم الله ما شاء الله ربنا يخليهم وكلهم متجوزين؟ كلهم متجوز كلهم متجوزين طيب يعني ليه مثلا قلت هتجيب لهم سمك ومش هتجيب لهم مثلا فراخ ولا لحمه عشان ده بناء على طلبهم ولا عشان سعر السمك حناين شوية بناء عن طلب ابني يعني يا ابني يعني غالي عليها شوية في طلب السمك قلت له من عناية الاتنين حاضر يا حبيب بتعملي ازاي بقى ماشي ولا مقلي والله لا انا بقلي بصراح المولادي بحبه مقلي بصراح بتعملي معا صيدة سمك ورزه وكده ولا وكله بقى طبعا طبعا لما لا كل واحد وطلبوا بقى لا كل واحد وطلبوا بس انا دائما لما بعمل سمك بعمل مجموعة السمك كلها يعني بس بتعملي قد الانواع اه طب شايفة السعر النهاردة بكامل 15 ولا بكامل لسه جاية ما عرفش والله يا ابني لسه جاية يعني طب شايفة في العموم يعني الاسعار اسعار الاسماء اسعار الدواجن اسعار اللحوم شايفة كده انو شايفة 14 اهوت وكويس وصحي وحلو يعني مش وحش طيب بتعرفي تفرق بين سمك المزارع وبين سمك النيل خصوصا البلطي 100% بتعرفي ازاي بها اقول لك بابا اعرف ازاي سمك المزارع بيبقى احمر شوي انما سمك النيل بيبقى ايه مسمر كده شوي طب يعني مثلا اللي قدامنا ده ده سمك مزارع ولا نيل ده بلدي ده بلدي ده بلدي طيب تعالي يا عم انت عمد زعلنا لي يا عم سمو عليكم تعالي هنا اهوت لازم يعني عندي الفرشة بتاعتك طبا انا اجيلك تاني يعني الفرشة بتاعتك بعيدة ولا ريبة بس الفرشة دي طيب انت عملتوا البلدي بلدي ده تعريبا ده تعريبا احمر السمك ده فتعريبا شكله ده مزارع صلى على رسول الله علي يا فضل الصلاة والسلام الله الرحمن الرحيم السلام والسلام علي عشرة في مبرسلين زيتنا ومحمد وعلى الاهل وصحب وصلى علي يا صلى الله الحق عبد الرحمن علي رئيسه السمك بالمنيل ماشي تحرفنا يا حق الله يخليك ناشي كفيدة كله مفيش سمكاية في السوق بلدي بييجي كلهم عشر خمستاشر كيلو الوحيد عند الحجم الحسن بلدي شبار اما ده كله من اول الاخر مزارع اما لي هناك عمال تقول لي بلدي 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 تقول بلد ده مزارع الفيوم وفيه مزارع كفر الشيخ فيه مزارع دمياط فيه مزارع بلطين فيه مزامع بحر احمر فيه مزارع اسوان كل حاجة فيه بقى فيش بلدي البلدي عنهي البطنية بتاعة السوان الكبيرة حتة ارباحة كيلو وخمسة كيلو تمام لدي اعتبر اساسة في المي بلدي ماشي تمام اما كل العنواع ده بحر احمر مم واروه امور وروت وبياض وعروس مش عارفة وجبار وتعابين ده كله بحر احمر مم عشان بص نهاردة عشان احكي عليكم اللي كلها ده مزارع بلدي 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 كداب مم ماشي طب هل بتصرح الزبون بتقول له ان ده مزارع وده ولا لابا اقول له ده كده انا كذا ياخد من ده ياخد ما اخش من ده احر عندنا مشكلة احنا في السوق اللي هي تعبانة ايه هي المشكلة بقى لتعبانة علي افضل الصلاة والسلام النور يجي من ساعة ثلاثة اتنين اتنين درع مقطوع علينا كل التلاجات اللي في السوق انتهت ماشي محمد مرسي رئيس جمهورية ماشي وانا رئيس سوق المنيب فالمفروض على ربنا حتى الناس رعى ربنا وتخاف السمك ده بتقح مني كل يوم كميات ناية التلاجات بتفصل تلاجة جمبارة عفن تلاجة لما اخذها بياضة عفن تلاجة عفن تقريبا لما النور بيقطع بيقود عدي اقطع ناية ساعات ساعتين تلات ساعات فاتبص تلاجة كل البرودة اللي في التلاجات دي انتهت عشان تليجي تلاجة لجهة ومية شربة ده كله بتتلاج بتلاج لوح التلاج نهاردة بكام كم بخمسة جنوية ساعتين هاردة بعشة جنوية تمانية جنيه حتى لوح التلاج زاد ايه زاد تبص على وضع السكر ايزا ما انتا شايف من اول الاخره من اوله الاخره ما فيش عشر خمستاشر زبون وعلى الوضع تقول النهار الناس لعبان الراجل صاحب العيان اللي عاوز لخمسة ستة يكون يساعتين بخمسة ستين جنيه بيقود طاقة خمس كيلو بمية جنيه طبع ما يقود طاقة بالجليه هتعشب كام مرتبه كام هجيب منين هروح يسرق ويخطف ويجيب منين اساسي مع كل واحد برضو بحس اللي انا بحس بالزبون قدامي الزبون بيجو قدامه بقول ايه هاتلك مية كيلو هاتلك عشرين كهاتل خمسة كيلو هاتف عشر كيلو بياخد يا ما يكوني خيز بياخد اما اوله زبون برمى لاشي جال يكون السمك هنا لما اخذ يعني اتبص على هذا الزبون بيطفش الغلو وحش الغلو بتقفش زبون قدامك فاتبص على الوضع اللي احنا فيه على التعبنية طب شايف ساب الزيادة اللي حصلت في الفترة الاخيرة شايف سابها ايه تحديد صحبات المزارع الكبار صحبات المزارع الكبار كفر الشيخ ده هو خش على المنزارة خش على عظيمات خش على مطيل خش على اسمعالية دول اللي عندهم مشوارة السمك بتوعنا هروح اجابينهم ليك يتحكم في السعر يعني هو بيزود برحته بيعدل برحته فهو دلوقتي بيقول انا باضطر ازود عشان خاطر سعر طن العلف زاد بعد ما كان مثلا بيجيب الشكارة بخمسين بيجيبها بمية ومية ومية ومسين مين زود هولو عشان بيقول بنستورد وسعر الدولار زاد وبالتالي بنجيب الزفارة السمك بتنظفه بياخدهم من مصنع بيعملهم علف بيحط شوية كزب بيحط شوية درة وشوية تنيلة عليهم بيحلهم الزفارة الزفارة بتاع السمك بيعملها علف فين يستورد من اين لا غاضل احنا ما عندناش ايمان بالله وما يتقلش ربنا في اكل عشان ما فيش رقاب على سوء الاسماك تحديدا ما فيش بورصة زي مسلا بورصة الدواجن لحن مزارع اساسي فوق كبيرة صحبات المزارع الكبار لا فيه رقاب عليهم كان زاي الوقت اللي نستمع دي احنا مبعبوا بثمانية دول سبعة دول زاد الوقتي طب اين رأيك ان هم بيقولوا مسلا كنت عامل لقاء مع مجموعة منهم فقال ان سعر كيلو البلطي بيبيعوا للتاجر بعشرة جنيه بس واني الزيادة بيزودها التاجر صدق بالله لا لا اهل الله وقال عظيم تلات اكسون بالله العلي عظيم البلطي ساعات ب13 ب14 ب12 ب15 سعر اللي بيطلع من عنده هو من بيته 12 وساعات 15 وساعات 11 وساعات 10 هقولك بيديله بعشرة للتاجر والتاجر بيزم ب15 جنيه ده التاجر لو ليه جنيه في كيلو ربنا بيطلعك بيطلع ب15 يوم قدامنا على الفرش البحر مين انا شايف طيب قولي على النوع ده ده ايه ده ده المبروكة ده المبروكة ده المبروكة اساسي ربنا ابرك فيها عشان دعالها اللي اروحي في البحر ربنا ابرك فيك ماشي ده بيطلع منين من البحر ولا منين من قمس فحت ده العمارزور من قمس فحت من الترعة من اسيوت اه من اسيوت اساس وموسى وبيار وصنفر وعمور ودينيس وبعد بلد وبلط وتعابين ده بيكون طازة ولا كله تلاجات لا هذا فيش حاجة اللي قدرنا ما انا مش شايفه بصراحة بيلعب يعني شايفه قدامي التعمل علعب من مين ميت التعمل علعب يعني انا شايفه هو يعني ما عمنا هو ده يعني لا بيتحرك و ده بعنك بحلعب ازاي والتعمال منصول بقى السمك طيب يعني هاتلي السمكة دلوقتي يعني تكون صاحية بتلعب لا مش غري البلط بس فين البلط ما هو التاني ما نايم هاتلي وراك المزار هذا هاتلي احدى ام ده البلط اللي هو ايه الصح ده بتاع الحاجة ده اه مزارع الفيون تمام ده صح عيجي من نينة وابدين احنا 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 خلاص اقتنعت انه هو صح ده مزارع تاني اهم اقول لك على حاجة تاني مشكلة عندنا كبيرة قل لي مشكلة ايه وعلى ايجار بتاع السوق احنا لنا خمس ست سنين ما بدفعش ايجار علينا كان المحل بمئة وعشرة ومتين جنيه واربعين الكبير والصغير بمئة وعشرة ماشي عمل الصغير بخمسمة جنيه والكبير بألف في الدمار اللي احنا فيه ده متوقع المفروض المحلات دي متعجرينها من فين من المحافظة محافظة الجيزة الحي رئيس الحي والمحافظة استاذ المحافظ احنا لديوا خمسة وتلاتين ألف مرة ولا واحد قال لي مشوا حتى من قدامنا عينوا يكتبيننا ولا قدامنا والسلام عليكم ماشي وتشوف منظر البلعات في السوق والخرابة واحدة تروح ساقلة تروح جاية واحدة تروح ساقلة في الأرض طيب يعني ده بلعة من ضمن البلعات اللي موجودة مش لاجم تفتحها يعني ممكن تخش واحدة فيها تروح ساقلة لتحك ما تطلعش هي ولا أبو أبوها تاني عند الراحة بحبل ونشلوها مفيش انت منيني حاج أنا مناصيوضي أحد من فين فين فياصيوض عاصمة جوهنم ده انت طلعت بلدياتي منين انت اساسي أنا من منفلو منفلو ده من ده يروب واحد كده بلد واحد احسن ناس اتكلموا صح ولا بلاش هو الحقيقة اللي عم قدها ليك عارش نضارع لحدنا بس يعني ليه بتقول عاصوضت عاصمة جوهنم ليه كده عشان هي فيها ناس حج وحجق فيها ناس يقول لك لا لا آآ آآ معارفوش اللوضي مش تغلو عند حد حني الصح صح والغلط غلط بها لك قدي شغال في السمك أنا ليه خمسة وخمسين سنين ومتجوز ومقيم همين انت أولادك ومعايا ومعايا زباط ومعايا مانزين ومعايا شرات عالية بسم الله ما شاء الله ربنا يخلهم لك وقاعدينوا الشغالين في المركب التكابي أنا قاعدين فيها دي لحد اللي حتموتك صير ايه طيب مدام مفروض ده طبعا انت يعني اهم فيلم بالنسبة لك شفته فيلم شدر السمك بتاع الفنان احمد زاكي ليه بقى جابلوكم الفقر يعني كان احمد زاكي طالع بشخصية الحج احمد ابو كامل تاجر ماشي بس هو كان افترة والكلام ده احنا ما فيش هنا كده يعني ما بيحصلش مشاكل هنا وفي معلمين في السوق كلنا ولود عم بعض ونسايد بعض ساعة ما بتحصل مشكلة كذا واحد بيطلع بيخلصها بس يا فلان بس يا فلان بتخلص واحنا جاينا كل عيش مش جاينا بلطج ونعمل والكلام دوت بس فين صلى على الرسول انا عندنا برضو هاريبنا تجال في العبور ناس كبيرة جدا فاي مشكلة نفسها تحصل بندقال ورشاشات ومدافع وكل حاجة بس الصح بس يعني صح ما جيش في الغلق اما بقى احمد ابقام الحطل خمسين واحد وقعد يوكل فيهم وفرفر يعني ده فيلم يعني طبعا ويه لازم يكون في دراما طيب خلينا خلينا نرجع بس للمشاكل التانية اللي موجودة حضرتك قلت ارتفاع اه او غلو اه الايجار من المحافظة وبالاضافة لمشكلة البلعات وبالاضافة ايضا لمشكلة انقطاع الكهرباء طيب بالنسبة المشكلة انقطاع الكهرباء دي موجودة في مصر كلها وكل حفاظات مصر ياريت وزير المالية رعينا بعينه وبص بعينه كده على السوق وبص علي اللي احنا فيه طيه اه داخل وزير المالية بالسوق هو كل حاجة هو ايضا مذكر upon super تعني وزير المالية رفض التألك على اس على التجارة المفروض ان تنتبع على المحافظة ما على شب أه وزير المالية برضه هو كل حاجة فيه المفروض عليه المفروض عليه خلي اه يعني بصين احنا وبص الناس التعباني في السوالي وربنا يكشر المرض وكل عام وانتم بخير انا سعيد والله بالحوار معاك حاجة يصلح حال البشر كل يصلح حال الناس ربنا ويهدي العباد طيب بالنسبة شكلك انت مطالع وليك في السياسة مبارح لما سمعت الخبر وعرفت الخبر بتاع اطلاق صراح الجنود المصريين لهم السابعة اللي كانوا في سينة السابعة دول اعتبر ولادنا احنا وزير الدفاع الله يذكره الله يكرمه السيسي هو البرنس يعتبر هو البرنس هو البغاث ماشي السابعة اللي سابوهم ده اعتبروا سابعة كلنا اولاد نحنا ولازم نخاف على عياننا ونخاف على ده ونخاف على ده ونخافناش على اولادنا ابن بروح الجيش وابن في الجيش وابن التاني زهبت ابن دي بكلية لازم السابعة ما تاخدوا اكبر واكسة خلاقها ربنا تبقى في مصر يا ما تسابوا مصروا كلها فرحانة وعبال التانين ما تسابوا برضو زباط تانين برضو الأهليهم وربنا روحهم غالبين سلمين لأولادهم ورب ويفوك شار شغلك ربنا يخليك يا حق وقال في شكر ربنا يخليك زي ايه الخدمات اللي انت محتاجها تكون موجودة في السوق انت كسبون ومعاك عيالك هتنزل في المنظر ده كده مش هتنزل في المنظر ده كده طب شايف حركة البيع والشراء الزباين يعني خصون النهار ده خميس وبيبقى في عجومات مثلا بكرة بجمعة كنا بنستنى يوم الجمعة ده ويوم الخميس كنا بنستنى كل أسبوع دلوقتي بنستنى كل شهر عبال الموظف ما يقبل مدفع طيب بس عشاني حاجة ما تقبل اصطناعي من عملي ما تقبل اصطناع في السوق وحده اول مبارح من عندنا خبطيت عربية ده قدام السوق اه ماتت عشان ما تقبل اصطناع ده يعني عملوه عملوه وطوه المطب وقت واللي خبطها وقاط عبوزها واتحق وماتت ملعب تتميجي ليكا فاني ومعاها اربع تنفار يتم تبعها وقصة ده فين هو يعني المطب ده موجود ده قدام السوق اللي فين طيب يعني لو الكاميرا تيجي معنا عشان نشوف المطب الصناعي ونتمنى اللي يحل المطب الصناعي عشان خاطر سلامة الزباين مش عامل حاجة خالص بص بعد ما جبناه عملناه وطي عملنا مطب هناك ويحت الرئيس الحي عملت مطب هنا مطب هناك المطبات اللي عملوها زي ما انت شوفها بتجري العربية سريعة عربية زي الوقفة ضربت ضربت الولية وقفة بخمس زرعة عربية هي بدعنك ينتلا أحد في الأرض ومعها أربع بنات يتهم عائلين الفنين والدمار اللي احنا فيه على بس على المطبات دي على الوضع اللي احنا فيه ده مطب والعربية جاه سريعة والعربية دي وقفة دخل المصمار لما اغضف هنا في معدتها دخل المصمار هنا في معدتها بدعنك اتكت على الله يعني انت بتطالبوا اللي انتو المطب الصناع ده يعملوا من تاني يعني يعني تكتب صاحب زود لنا المطب الاصطناعي ده ده عشان الدمار بتاع الناس بتروح عروح عشان سلامت الزباين وسلامتك طبعا. طيب يلا نرجع السوق تاني ونكمل الجولة بتاعتنا. طيب برضو عشان ناخد حد تاني من البيعين في السوق. اتعرب بيك. احمد محمد احمد تابر السمك في السوق. احمد شغال في السمك بالك عدي ايه? بالي خمسة وعشرين سمك. يعني تقريبا انت مولود في السوق. اه. انت صاحب الفرشة دي? اه فرشة اخوية. طب انا شايف ان السمك هنا تقريبا يعني السمك الوحيد هو البلت الطازة يعني شايفو. اه يعني. صاحب الوحيد. اللي ما ما تقلاش مش تغرق ماي. ده من فين ده? ده من فيوق. ده مزارع يعني. مفروس سمك بلدي قليل. فيه البحر مفروس سمك دلوقتي. البلدي قليل. اه اه كيلو البلطي اللي من المزارع بكام والبلدي بكام? البلدي يعمله 18 والمزارع بعشة جنوب 11 جنوب 12 جنوب. مش كل الاحجام. يعني الطلع والنازل. في اختلف الحجم يعني? حجم اه. ده ايه ده? ده اراميت. ده اراميت. ده من فين ده بسم الله ما شاء الله يعني ده. ده من نيل. ده بلدي اراميت بلدي. من نيل. ده طازة ده ولا? ما طازة ده لسه تجيج لسه جاي النهاردة. لسه جاي النهاردة. ده بيتباع ازاي بقى بالكيلو ولا بتقطع ولا ايه? تقطع وتعمل في ليه? تعمل جزل. زي ما زي ما زبون عايز زبون عايزوا سليم على بعض ويعملوا. ياخدوا سليم على بعض ويعملوا. بالكيلو طبعا. بالكيلو اه. وكام الكيلو بتاعه? كل بتاعه يعملوا عشرة بنيه تمانية جنيه. مش بعمل سابق برضا. عشان السمك ملوش مسعر. يوم في العال ويوم في النازل. طيب شايف حركة البيع والشرة دلوقتي في السوق عاملة ازاي? خصوصا يعني اه الحج اللي كان معنا قابلك بيقول ان حركة البيع والشرام ازاي الاول. زي الاول. وان انتم كنتم تستاني يوم الخميس تحديدا عشان خاطر. بيكون في حركة بيع اكتر. لكن دلوقتي ما فيش. فين? قدي النهاردة الخميس. وريني وريني مزان شغال في السوق. ولا مزان شغال في السوق. ولا مزان شغال في السوق. طب يمكن يعني يعني كمان شوية عشان لسه الصبح بعد الظهر الناس تيجي وكده. صح داشت. ولا نستغل من الساعة سبعة الصبح. الشرة بيكون الصبح. جيزة. ايام سوق جيزة كنا بنساعة سبعة الصبح. الساعة سبعة الصبح كنا بنوشغالين. فيه ناس كنا بتجبر الصاعة. اذا ادان الدور ايام سوق جيزة كايت الناس بتجبر ادان الدور. دلوقتي السوق فين? الصاعة حداشرة اهي. مفيش حد يشغال. مفيش حد يشغال. طيب اه كنا نتكلم عن المشاكل الموجودة في السوق فآآ ابرز المشاكل اللي هي مسلا المطاب الصناع الموجود البلاء اللي موجودة ايه هي المشاكل بتوع كنتוע كاتجار سمك جايبين جوابات من نطلق الحي ان هم يخرجوا الناس دي بيعين السمك من محلتها جايبين على المحل تلتونمية ومحل الكبير خمسومية المحل زي ده تيدفع تلتونمية جنيه محل على اتناشر الف جنيه وتلتاشر الف جنيه المحل صغير زي ده عرام الاحب اتكلموا اكلموا على اسعار السمك اسعار السمك تحتبر سبتة زي ما هي اتكلموا على مشاكل للناس بتوع السمك احنا جايين نتكلم عن المشاكل اقول لي المشاكل بتاعتك لا احنا مش جيد حال احنا بنقرض المشكلة والمسؤولين هم اللي بيحلوا المشاكل احنا عملنا البدع بعطنا جوابات الحي وهنا وهنا محد السأل فينا محد السأل في بتوع السمك دو يعني نتمنى ان مشاكلكم تتحلوا ان حركة البيع والشراء داخل سوق اسماك المنيب ان شاء الله ترجع زي الاول السماكين تعبت شكرا يعني هنحاول نتجول داخل سوق المنيب وهننتقل الان الى مجموعة من الزبائن داخل سوق المنيب نحاول نعرف منهم يعني اسعار الاسماك ولماذا على الجبال تحديدا على شراء الاسماك السلام عليكم حاجة سلام اتعرف بك طيب يعني حاجة انت واقفة دلوقتي قدام شواية سمك اشتريت السمك خلاص وجاي هنا الزباطية اشتريت ايه اشتريين بولت ايه اشتريين بولت جبت كم كيلو اشتريين تلات طيب يعني ليه قررت النهاردة تشتري سمك يعني ده نوع من التغيير ولا عشان اسعار الفراخ واسعار اللحوم غالية جاء من اسعار ماي برضو غالية يعني هو رخيص كامل كيلو خمستاشر خمستاشر ده اه بالشاوي بتاعه بتجهيزه ولا من غير من غير طيب يعني برضو اه ليه قررت تعملهم هنا ما تعملهمش في البيت خصوصا ان ست البيت معروف ان هي بتحب بتعمل حاجة بتاعتها بنفسها ده حاجة شغل احنا بنشتري اه اه انا وشف يا حاجة اخلي انا وشف اتعرب بيك يا فندم شكرا شكرا اتعرب بيك يا فندم انا اخد رأي حضرتك على ايه يعني عن حركة البيع والشراء الشراء انا فقال يام والله عنار السمك جاء بينه ب 17 جنيه كيلو السمك البولتي باربع ضائع ب 17 جنيه ايه اه اه ابوش لي كانت قضانيا اه بصبعتاشر جنيه ده اه ده البولتي اللي كنا بنقه ب 12 وب 10 في ايه اه في ايه كويس يعني هنتكلم عليه اسأل الاسعار كده وانت تعرف اسعار الدنيا عاملة ايه يعني كيلو البولتي خدت بالجبيه قبل كده ب 10 جنيه و 12 اه ده كان امتى يعني من فترة بعيدة ولا قريبة اه مش من بعيدة ولا حاجة من فترة قريبة مش من بعيدة ولا حاجة السمك النهاردة بنجيبوه ب 17 جنيه وبيوصل 20 جنيه المكارونة ب 30 وب 35 يعني اسعار ما اسمعناهاش قبل كده كل حاجة في الدنيا مولى على نار طبعا كله بييجي على دماغ اللي هو المواطن الغالبان البسيط اه طبعا كنا بنشوي زمان بجنيه ونص النهاردة الشاوي ب 3 جنيه وبرضو هم مظلومين ام بوفت البتجاز بيجيبوها بكام كل حاجة مولى على نار بلد كلها ما يعلم بها الله رب طب شايف السبب الزيادة الكبيرة جدا للاسعار دي ايه؟ اسأل حكومتك واسأل بلدك بسينا انا على زيادة الار من رأيك انت يعني ممكن تكوني ليكي وجهة نظر مختلفة طايفين حاجة؟ ها بيغللنا جنبال وغللنا الحاجة؟ ها؟ طب عرفينا بنفسك اللي هو مين؟ عرفينا بنفسك بص للكاميرا عربك بنفسي؟ طبش لازم تقول اسمه طيب جايد اشتري ايه النهاردة؟ جايد اشتري ايه النهاردة؟ جايد اشتري ايه؟ يعني بولتي بوري جنبالي تقولي حاجة نذكر السامك ليه يرفي علينا الجنبال ورفي علينا السامك ليه؟ بيه ناس غلاني في صفر ربع كره جنبال تقولوا اي حاجة تقولها؟ بيكام الجنبال النهاردة؟ بيبيعوا بمية مثلك مستبرد؟ ليه؟ شايفة طبعا ان ده كتير جدا مين جنيه مين جنيه هي الناس بتنعب ده فلوس ده شعب وعالم وناس لقمة اوتة اشتريت السامك بتاعكم ده لسه؟ نعم؟ اشتريت السامك بتاعكم ده لسه؟ اشتريت السامك بتاعكم من غلوب السامك يعني تيجي بتتفرج وتمشي؟ ومحلة هقفلوا انت عندك محل هنا ولا؟ محلة هقفلوا من غلوب السامك معاي فوتير مش عادرة سداها فوتير بضاعة بتلمش همها الله فوتير بضاعة مش عادرة سداها من غلوب السامك شكرا لك حاجة شكرا طيب هنرجع نكمل مع حضرتك تاني يعني حضرتك بتقولي ان ما سجلنا مع الحاجة حضرتك بتقولي ان كل حاجة دلوقتي بقيت غالية سواء اللحوم الفراخ لا اكيد طبعا عايش في البلد وعارف الاسعار ما انا لسه السؤال هقولك يعني دلوقتي شايفه اكبرك على السمك ده نوع عشان طب بس هكمل لك السؤال يعني اصد السؤال بتاعي ان انت جاي ناردة تشتري السمك عشان الحاجات التانية اللي هي اللحوم والفراخ اغلى من السمك ولا كنوع من التغيير برضو تغيير يا ابني تغيير تغيير مرة بنا كلها مرة في الشهر وان السمك ده كل اسبوع من روح نجيبه اللحمة بكام الكيلو الفراخ بكام الكيلو كل حاجة موالله على نار فسبحان الله يعني يعني انت كست بيت الميزانية اللي تكفيك مثلا في الشهر دلوقتي ادي ده واقع يعني انا والراجل والبنت يعني الفين جنيه ما يجيبوناش في الشهر تلاتة بس اه تلاتة انفار ما بكافناش الفين جنيه في الشهر وما احناش يعني احنا بنا كل العادي جدا جدا يعني ما احناش بنجيب الحاجة اللي هي حاضش بيقدر يجيبها حاضرك ست بيت ولا شغالة؟ لا ست بيت كنت شغالة وطلعت معايش شايف المفروض الراتب اللي يكفي اسرة ان هي تعيش الحياة الكريمة يعني مش هنقول الحياة البازخة مثلا ولا البازخ ولا حياة مثلا مستوأة الحياة الكريمة بس تلاتة تلاف جنيه ده للراجل اللي هو معاه تلاتة اربع عيال عشان يدخل مدارس ويعلم ويدي دروس وطبعا انت البلد حاسس ان هي جميلة وكل حاجة مش كده؟ نعم انا مقلتش كده اكيد في مشاكل اه يعني دينا كلها مشاكل مش كده؟ اكيد في مشاكل في كل مكان الاسعار جميلة كل حاجة حلوة في البلد زي ما انت شايف نعم حاضرتك مقلتش كده ليه غيرت كلامك؟ ولا ده نعم الترياءة؟ نعم 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 ترياءة طبعا طب شايفة البلد محتاجة هي عشان خاطر الدنيا ترجع زي الاول الاسعار تقيل؟ انا اللي شايفة ايه كموطنة ما انت موطنة مصرية الحكومة والناس الموجودة دي المفوضية تفعل كل حاجة في الدنيا وتوجد فرص عمل وتشغل الناس وتفتح المصانع وتعمل كل حاجة انها تخلي الناس تقدر تعيش انما انا ايه الا انا هقوله بس؟ شكرا ليكم بالهنا والشفاء وان شاء الله اكلت سمك جميلة ان شاء الله شكرا ليك يعني ما انا سجلت معاك اتعرب بيك؟ اسمي كرب تشرفنا يا استاذ كرب انت شغال ايه في صاحب فرشة ولا تاجر؟ ايه شغال مع حماية شغال مع حماية حاج عبر حمار شغال في السمك شغال بقالك ايه في سوق السمك؟ زمان بقالي بتاع خمشهاد سنة خمشهاد سنة او اكتر شايف الفرق بين سوق السمك زمانه دلوقتي؟ ايه فرق بيه في ايه بالظبط؟ لا انت هو السوق ازبت لك يعني اما يكون مثلا السوق مقفوش على البايعين بس والزباين مثلا متاع خمس ست انفار او عشرة انفار السوق غير الاول لو كان الزباين دي تلاقيها الوقت عد بجنبي كنت معد بجنبي اهو الله من الزباين كتر الزحم اه عد الجنبي وخبط للزباين لكن دلوقتي دلوقتي ما هو ما فيه ايش هو بتجري في السوق؟ ايه قبر هي تزبت لك من عملت ماشا هو ام في الزباين ولا فيه شولا فيه حركة نزال اول شايف السبب في كده ايه طيب هل الناس محاش فيروس دلوقتي؟ ولا حال البلد؟ ولا الناس محاش نفسي تهاكر ولا ايه والظبط؟ ولا فيه حركة ولا فيه اي حاجة ما هو يعني باينة يعني الناس كلها تشتك المعيشة غالية جدا اه طبعا حتى اللي معا في الوص المعوظة يعني بيبقى حريص دلوقتي عالي معا لكن الغلبان طبعا اللي دخلوا على قده وما امتفاه قولك القرش اللي عبيد ينفع في اليوم لسويت؟ ما فيه طيب؟ ما فيه قابل ولا سويت كلها بقى الشبعة بعدي يعني كان ربنا يوفقك وايه ايه والحال يرجع زي الاول يا رب يا مساهل ما نكرهش والله ان شاء الله حالي الزبط والناس بس يستفل قلوبها وحالي طبعا بقى مع الناس كلها كويس متمنى من ربنا يعني امين يا رب بس هم حاجة ربنا يهدي الناس ربنا يهدينا جميعا ان شاء الله شكرا ليك استاذ روماني استاذ روماني حضرتك من كبار تجار السوق ربنا عزكا باشا بص الكاميرا طبعا استاذ روماني ولا معلم روماني اي حاجة لا اما انا رجع غلبان يا عم كلنا غلابة طبعا يا استاذ روماني باشا طيب عرفني بقى قولي جولة في الاسماك اللي عندك هنعملين نتكلم عالمشاكل ونسينا نتكلم على اسعار السمك النهاردة عامل ايه اسعار السمك باشا هي اساسا جاية غالية والحلم جوا مريح اساسا البولت ده بكام بخمستاشر ولا بكام ده جمليت اساسا 13 جنيه 13 جنيه ونص بتبيع انت بكام بوجيه بخمستاشر جنيه بالحال كمان وماربعتاشر جنيه لو في حركة جلبه 18 جنيه السمك ده اللي جنبه ده بور ولا ايه بكامل بور بعشرين جنيه واللي هناك ده ده بياض بلدي دي تاعبين بلدي ده إشرب بياض الزبون دايما بيجي بيقبل على اي صنف تحديدا يعني اللي عرفه دايما البوري او البولتي في اصناف تانية بتشتغل معاك؟ هو الصنف اللي كان يشتغل الوحيد معانا البولتي ومن زعه البولتي مغيلا اساسا دي بات التاني مشغلش زي لهوا ده مزارع ولا نيل؟ ده نيل دمياط ده ده بولت نيل دمياط سعره بيزيد عن سعر المسارة؟ اه بيزيد عن سمك كفر الشيخ اوه بزيد اتنين جنيه كل كيلو ده ده جنبري برضو؟ ده جنبري باكستاني ايه؟ باكستاني ده مستورد يعني ولا ايه؟ ده مستورد اوه بكام سعر السمك الباكستاني؟ ده سعر الجملة بتاعته بخمسة سبعين جنيه كنا نجيبه بخمسة وخمسين جنيه ده الفرق بين وبين السمك القصد الجنبري المصري بتاعنا اللي موجود؟ الجنبري المصري بتاعنا البلد ده ده بكامل الجنبري بتامانين؟ ده بخمسة وستين ده بخمسة وستين؟ جمليته من مكانه ستين جنيه طيب اه استاذ روماني برضو او معلم روماني اه اتكلمنا عن مشاكل افرز المشاكل اللي موجودة في السوق المريب تحديدا ارتفاع اسعار ايجار المحلات بتاعتكو خصوصا ان الكتير اشتكن عليه ديون وعليه ايجارات كتير ايجار المحلات ووجود البلعات اللي موجودة ان الكهرباء بتقطع السوق يا صيانة الكهرباء عمالة تقطع الايجار بتاع المحلات كان متين جنيه رفعلك مش عارف كم في المية خلاه خمسمون جنيه الباكة صغيرة وتمنمون جنيه الباكة كبيرة وعد السوق زي ما انت شايف لغد الوقت الساعة 11 ولا حد باع ولا حد اشترى ولا حد فرش وطلبنا كزا مرة من رئيس الحي من المحافظ عشان نزل الاجارات ووعدونك هزا وعدوا ما فوش باي واعد من الوعود بتاعتك طب دلوقت السبف الزيادة هل هو من تاجر الجملة اللي بيبيحها ولا تاجر الجملة برضو معزور بيبيع عشان الحاجة بتغلى عليه العلب بتاع الاسماك ولا التجار هم اللي بيزودوا يعني السبف الزيادة اللي بتحصل كل شوية ده ده ايه بالزبط زيادة الاسماكة بالنسبة بالبلت والبوري الاعلاف العلف كل مدى في الطالع كل مدى في الطالع صاحب المزرعة غصبا عنه بيطلع السمك السمك جاب سعره غالي معاه هطلعه شغال السمك سعره نزل يجي قفل الماء عن المزرعة ويجي ما خلي السمك في الماء لغاية السعر ما يرفع لئي السوق رفع يجي بطلع السمك بتاعه طالما العلف كل مدى بتغلق كل مدى سعر السمك بيرفع معاه أما سعر العلف لو نازل يقدر يلقع زي الأول ثاني 8 جنيه و7 جنيه بس سعر علف ينزل أما بالنسبة للمجمدات من ساحة ما رفعت ضريبة الـ 25% ضريبة جمركية دي كل كله مجمد زي 25 جنيه و20 جنيه ليش سبك مجمد بالجموه مبارا؟ بالنسبة للصبيت وبالنسبة للجنبار وبالنسبة للكبورية رفعت ضريبة جمركية خلاها 25% لما رفعت ضريبة جمركية رحت الوضاعات كلها غالية حتى السماك الشعبية الجامل السورة دي من بره والمكرونة والمرجان والمكرل والحاجات دي برضو كله رفع مع الحاجات اللي رفعت دي طبعا ده بن كله في الآخر بيزيد بيزود من سعر السمك واللي بتحمله في الآخر اللي هو المواطن كله على 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 دماغ المواطن طالما المجمدات التانية زادت الصبيت والكبوري والجنباري لازم مجمدات اللي جنبي منها الشعبية دي لازم يزيد طيب شايف الفرق بين شوق المنيب وشوق السمك وتجارة السمك عموما زمان ودلوقتي تجارة السمك كانت لول باشا كانت لسه في الغفلة بتاعتها كان في رزق كان في خير كتير ما كانش لسه حد بصلها لا من المسؤولين ولا من الحكومة دلوقتي كله بصل شغلانا دي المزارع كانت اللي علف بتاعتها ببلاش كان كله طلع ويبيع بيرخص بايع بغالي بايع وكله كان يكسب لكن الحال دلوقتي هو الحال دلوقتي الحملية بقت محكومة في المجمد وبقت محكومة في الطازع شايف فيه أمل الفترة اللي جاية دوني ترجع تاني زي الأول ما ماعتقدش ليه كده ماعتقدش والله فيش تفاول خالص بانيلها لا صلى على النبي عارف التفاعل اقول يا حاج لو فيه تفاعل يعني متفاعلين بيه احنا ومتفاعلين بيه وانقول يا رب ورزق العباد بنبص للسوق كل مدى في الحزن كل مدى زي ما انت شاهد كده بص بعينك كل مدى في الحزن الساعة 12 كمن حق السوق اشتغل يتتربع الساعة دلوقتي طب والله العظيم تلاتة انا عنده اقبلها 12 يوم نهاردة على الفرش 12 يوم ما بزدش فيها بعض وترام وفيها سليم جاعة 12 يوم ما عدتكون بتبع تبايز لا ما لو بايز حنقول لك بايز فشك على تقول ولا داخل الصحر حانهم بزجلي ليه اطرابهم ليه لا ما ينفعش ما عندش بايز لا بايز حالبي في الشارع ما انت بيتقول لما ووتهم طب يعني تأكل المواطن اكل بايز ينفع كده انا باكله انا ع الفرش باكله تاكله ناين لا باكله مش طول هاخدها ازاي انا بيها بايز ازاي انا اوكله زبون زبون تعبانة به زبون تعبان تعبان بأمانة الله زبون بيصرخ بيصرخ صحيح انا عاسين به يعني بتيجي انت عشر شوات جنبري زي دول هتقول عاشا كيلو جنبري كامل عامل جنبري ده بخمسة انا مفعش ابن عامل وحش الظروف وحشة اساسية وبعدين الجو اللي احنا فيه جو وحش شاف السمنا هوي لاخد ومفيش قام السرد زبانة على بعضهم فيه ده صح ما احنا تعبانين عارف لو فيه شغل وفيه حرقة وفيه بوحش تلك حتى لو بقصارها هتطلع هالشتغل بس ما فيش ابن عامل ما فيش كدب وحش اخيه وبعدها احنا بلديات انا بلديات انا سعيد بيك والله يا حاج شكرا لك برضو ناخد رأيي الحاج السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هتعرف بحضرتك محمد عامل ان شاء الله بتأجري في السوق ولا صاحب فرشة ولا ايه بالظل صاحب فرشة ان شاء الله فالك عدي ايه في السوق لا ده من ساعة ما بدأ السوق ان شاء الله سنة كم لا السنة دي ما عرفش يعني تقريبا كم سنة عشر سنين دي المهنة بتاعت حضرتك دي او التجارة دي دي بالوراثة عبن عن جد ولا انت انا عبن عن جد ان شاء الله يعني سماك ابن سماك ابن سماك ان شاء الله بإذن الله طيب اخبار البيع والشراء معاك حركة السوق حركة نايمة خالص برضو حركة خلاص علي العوض السوق كله السوق كله بالاسواق كلها ما فيش واحد يعني هو ملك السوق ان الناس بتجيله الكلام ده ما فيش الكلام ده خلاص مات السوق مات السوق يعني الكار ده مات خلاص فيش كار طب لئ يعني انت بتقول مات يعني هل الناس هتبطل تاكل سمك مسلا مش هتمقطل تكو السمكり الحاجة غالية البضاعة غالية احنا مش عالفين غالية ازاي ولا غالية منين بتيجي غالية ازاي الحاجة يعني الجنبري يزيد لمن grown 25% الجنبري المستورد ولا البلدي بتاعنا والبلدي وكله ما هو المستورد علا البلدي المستورد المستورد هو اللي يزيد عشان الجمارك وعشان سعر الدولار طيب البلد طيب ايه اللي بيزوده عشان ده غليه ده غلي غلي غلا هو كده وخلاص طب من اللي بيغليه بقى بيغليه تاجر الجملة ولا مين بقى اللهه اعلم اللهه اعلم بس هو الزبون بقى هو بقى اللي غصب عنه هو اللي بيعاني الناس التعبنة يعني الناس الفقيرة دي خلاص علي العوض مش لقى هتاكل هتاكل ايه ازا كان البولت دي وقت بخمتاشر جنيه بسبعتاشر جنيه طمانتاشر كمان طب هينفع ده الكلام ده هيكله منين لما يجيب له لمغزة واحد دي بقى مهال لمغزة ربع عيال خمس عيال هيجيب له تلاتة كيلو ولاتين كيلو كام وكلفهم كام طبعا غير الرز والزيت والعميل بتاعه عاديك انت اولت اول يعني اكلة زمكة كلفه كام كلفه متين جنيه هيجيب منين متين جنيه ما هو ده اللي بيحصل ده الناس تعبانة الناس خلاص علي العوض من العوض شايف في امل الفترة اللي جاية ربنا يسهل من عنده هو سبحانه وتعالى من عنده هو سبحانه وتعالى ان شاء الله ان شاء الله انا متبشر خير ان شاء الله ان شاء الله الحمد لله ندم وتفايل لا ان شاء الله بإذن الله طالما فيه ربنا لازم تفايل ان شاء الله اللي جاي أحلى بكتير طيب ان شاء الله خير بإذن الله ربنا مش بينسى حد أكيد لا 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 عمره ما نسى حد احنا نسينه احنا نسينه مش هو نسينه عمره ما نسينه ما نسيش الدودة في قلب الحجر يبقى انسان احنا لما نسترح مع بعض ربنا هيكرمنا اما احنا وحشين مع بعض شايفين ان العف يعني في نحنا في النفوز بتاعت الناس لا يغيروا من قومنا حتى يغيروا من أنفسهم لا يغيروا الله ما بقومنا حتى يغيروا من أنفسهم صحيح هو ده اللي هيحسن ان شاء الله بإذن الله شكرا كزير الشكر إذا مشاهدين كانت هذه جولة داخل سوق أسماك المونيف تعرفنا سويا على حرقة البيع والشراء داخل السوق ومن اللافة النظر أن الحرقة سيئة جدا حيث اشتكى غالبية التجار داخل هذا السوق من ضعف بال المواطنين على شراء الأسماك وذلك بسبب الزيادة الكبيرة التي شهدها التي شهدها سوق السمك في الأوين الأخيرة وذلك بسبب ارتفاع الضرائب وارتفاع الجمارك على الأسماك التي تأتي من الخارج وبالتالي تأثرت الأسماك التي موجودة في الداخل أيضا ولان نترككم مع بعض الصور التي تأتيكم حية ومباشرة من داخل سوق أسماك المنيب دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر